نضال تحدثنا طبعا عن تجزئة هذه الصفقة لربما على مراحل ولكن هذه الإيجابية كيف سيتم ترجمتها في المراحل اللاحقة وخاصة من منظور إسرائيلي نعم مش إلا يعني أولا المرحلة الأولى التي تحدثنا عنها ستشمل صفقة تبادل بين الطرفين الحدود صفقة التبادل باتت تقريبا واضحة الحديث عن الحالات أو ما تسميها إسرائيل الحالات الإنسانية ما بين 30 إلى 40 تقريبا من المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال المسنين والمرضى مقابل ما بين 200 إلى 300 أسير فلسطيني وتبقى التفاوضات طبعا حول التفاصيل من هم هؤلاء الأسرى الفلسطينيين العدد التام وما إلى ذلك تبقى بعض النقاط العالقة كقضية مطلب حركة حماس بعودة المواطنين إلى شمالي القطاع هذه ربما ستكون إحدى العقبات الأهم أمام التوصل إلى اتفاق لكن على العموم ما جرى في قمة باريس هو تأجيل القضايا الخلافية الكبيرة إلى المراحل القادمة كقضية إنهاء الحرب وهي القضية الأهم بالنسبة للطرفين على الأقل بالنسبة لحركة حماس ونتنياهو وليس إسرائيل لكن على العموم هذه القضايا ستبقى محل جدال ستبقى محل تفاوض في المراحل القادمة الرؤية لدى الأطراف أو لدى الوسطى عموما في هذه الجولة أنه على الأغلب الآن يجب تجاوز هذه المرحلة الخطرة شهر رمضان المبارك وبالتالي التهدئة ستضيح مزيد من الوقت لكل الأطراف في محاولة للوصول إلى ربما حلول إبداعية تؤدي إلى نهاية هذه الحرب التخديرات باتت لدى الجميع بأن الولايات المتحدة وعلى الأقل الجانب العربي وحركة حماس تريد رؤية نهاية لهذه الحرب نهاية لكل الخطير في قطاع غزة المجتمع الدولي بدأ يسأم من هذه الحرب الإسرائيلية ويبدو أن الطرف الوحيد المعني باستمرار هذه الحرب هو بن يمين نتنياهو بالتالي ستزداد الضغوط على إسرائيل على بن يمين نتنياهو شخصيا الولايات المتحدة ستذهب إلى خطوات بعيدة ربما بالضغط على حكومة نتنياهو إما لإجبار نتنياهو بالقبول بإنهاء هذه الحرب أو بإسقاط حكومة نتنياهو ربما أو وضع نتنياهو أمام الأمر الواقع في مثل هذه الحالة سنرى ربما الاعتراف الأمريكي أو الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية ومارست مزيد من الضغوط أو ربما استعمال ورقة الاعتراف أحادي جانب بالدولة الفلسطينية كضغط على حكومة نتنياهو إذا كنت تريد الاستمرار في الحرب لمنع دولة فلسطينية سنعترف بدولة فلسطينية وإلا أوقف الحرب على العموم سيكون هناك الكثير من المكان لمثل هذه الأفكار التي تعرض لغاية الآن وهناك العديد من التلميحات حولها في المرحلة القادمة سنرى صفقة تربادل على الأغلب قبل شهر رمضان هذا ما تشير إليه كل التصريحات الإسرائيلية كل التسريبات الإسرائيلية حول ما جرى في قمة باريس الثانية إن صح القول هناك طبعا تفاؤل كبير في إسرائيل لكن كل الوقت كل المصادر الإسرائيلية التي نتحدث عنها تقول بأن ما جرى في باريس أو ما تم التوصل إليه في باريس هو إطار تفاوض وليس اتفاق وبالتالي الشيطان في التفاصيل الآن من المفترض أن تنتلق ربما في الأسبوع القادم جولت مفاوضات سريعة من أجل التوصل إلى الاتفاقية النهائية سنرى جهودا أمريكية وربما على الأغلب سنرى مبعوثين ربما أمريكيين يزورون المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة هي في سباق مع الزمن لكي يكون هذا الاتفاق جاهزا قبل شهر رمضان وبالتالي الضغوط ستزداد في هذه المرحلة المراحل القادمة كما قلنا ربما المرحلة الثانية ستكون أيضا شبيهة بالمرحلة الأولى إن تم التوصل إلى الاتفاق في المرحلة الثانية وتبقى المرحلة الثالثة هي المرحلة الأصعب خاصة وأننا نتحدث عن أسرى فلسطينيين من العيار الثقيل إن صح القول وأيضا الحديث عن الجنود الإسرائيليين هنا ستختلف المعادلة تماما بالنسبة لكل الطرفين شكرا لك نضال كانعنا محرر الشؤون الإسرائيلية في سكانيوز عربية على هذه رسالة من القدس